مرحبا حبايبي فيكم برج الحوت. تشوف طاعتك اول شي هاي فترة كيف عاملا. عم بيكون في حظ. عم بيكون في مال. يمكن كار ما عم تتحقق. كرت جدا رائع. يعني هاد اروع كرت ممكن يطلع لك. آآ خلينا نشوف على شو نختار ورق. لانه كنتو حابين انه او في حدا بعكلي انه غيري الورق او حاولي انه تستعملي ورق تاني ما بعرف ليش. اه انا كنت استعمل هداك الورق عشان انتو تكونوا معاي الصورة عشان يعني تفهموا معاي لانه خلاص تعودنا على هداك الورق. القراءات الخاصة بستعمل ورق تاني. اللي يعني بيكون صعب انكم تتواصلوا معاي فيه. اه خلينا نشوف ازا لبرج الحوت. ايش نخبي لك يا برج الحوت الطيب البرج الحوت بيضله يعني يفكر بعقله بعقله بالاخير ياخده القرار بقلبه. هو عنده اثنين شغالين بس ما بعرف. هو هو شخص كتير رومانسي. طبعا بنت الحوت مختلفة عن شب الحوت. تقريبا عم بيكون كل الابراج البنت عم تختلف عن الشب. في رأيي انا الجوزاء هو الوحيد اللي الجوزاء بنت وشب نفس الصفات. فممكن يكونوا مناسبين لبعض. اه ما علينا. خلينا اول شي نقرأ بشكل عام. بعدين بنشوف شوية على عاطفة. برج الحوت. عم بتكون طيب زيادة هاي الفترة. عم بتحاول توازن ما بين الروح. ما بين الثلاثي يعني ما بين الثالوث بيقولولو ولا. اللي هو بين الروح والجسم. شوفوا هون. هون مبين يا برج الحوت انك عم تلعب متل لعبة مع ناس عم يلعبوا اساسا معاك. متل عم تاخدهم على قد عائلهم عم تحاول تمسك عليهم ممسك. هم نفس اللعبة عم يلعبوا معاك. انا بحكي على بشكل عام يعني. انتو بتعرفوا السيناريو اللي بناسبكم. ولكن انت داخل في لعبة. انت كأنه ساعة بتنتصر ساعة بتخسر. والطرف الثاني نفس الشي. ولكن انا شايف الاكتر نصر عندك انت. يعني في النهاية انت اللي رح تنتصر. يعني هاي اللعبة ما رح تدون طويلا. عارفة شو هاي اللعبة. انت اللي بتعرف قصةها بس. اه شايفة هون انه من شايفة انه في عائق قدام موضوع انت بدك اياه بدك اتحققه اكتر اشي ممكن يكون عملي او يعني له علاقة في المال والعمل. موضوع ممكن تسافر له. مبين في عندك يعني اكتر يعني البعض خلينا نقول في عندهم سفر على عمل او سفريات اللي هي رايح جاي على عمل. اه في كمان بيقولك انه ممكن تلتقي بشريك حياتك للي ما عنده مشريك حياة في واحدة من هدول السفرات. لكن في عائق قدامكم. اه قدامك انت يعني مش في العلاقة. لا انا شايفة العلاقة ماشي منيح. بالنسبة للعزاب انا بحكي ما بحكي لل للفئات التانية. العزاب طبعا هم الغير متزوجين او مطلقين او رامل. اه فشايفة انه هذا العائق رايح مش يعني مش ضايل هذا العائق. اه كمان هون طلع عنا ممكن يكون طرف ثالث ما بعرف. بس انه هذا العائق راح ينشال وانت راح تكمل طريقك. وطريقك طويلة. ولكن ممتعة يعني كأنك انت بتحب الاشي اللي بتعمله. كعمل بتحب الاشي اللي بتعمله. ما ما عم تشتغل اشي غصفاً عنك ياحوت. عم بتعمل الاشي اللي انت او بتسعى للاشي اللي انت بتحبه. في ولادة اه يعني في ناس عندهم اساساً ولادة هذا الشهر او اه حمل حتى. اه وفي منهم لأ بداية جديدة لمشروع بداية لشغل انتقال من عمل لعمل انتقال من مسكن لمسكن. فرح يتحق بهذا الموضوع توازن. زي اللي اشي كان ناقصك وخلص بثل ناقصك او وصلك. شي كنت استنى ووصلك. شايفي هون قلتلكم هنا في موضوع عم بيكون في عائق. فعم بشوفك انت والشريك مهما كان الشريك يعني اه عم بتحاولوا تبعدوا او تطلقوا طاقة الطاقات السلبية اللي كانت حواليكم. عم بتكونوا يعني انضاف مع بعض. عم بتكونوا على على ثقة كل واحد على ثقة بالتاني بالمستقبل. عم بشوف هنا بيت يعني صح مكركب شوي بس. آآ كمان مش بس بيت هون. آآ ممكن يكون تفسيره الكرت. شوف انت عايش بين عالمين. ممكن تكون عايش بين عالمين. آآ عالم وهمي خيالي. آآ طبعا احنا بنعرف انه كمان برج الحوت حالم يعني كتير بيحب التخيل كتير بيحب وبتزبط معاه يعني احيانا اللي بتخيله بيصير حقيقة عن جد. فكتير حالم كتير يعني بيحب الحياة الابيض والاسود. بيحب ايام زمان. بيحب الاغاني القديمة مسلا. آآ عنده صور هيك وردية لكل شي في مخه. عنده دايما نظرة معينة خلينا نقول مش وهم يعني بتشبه الوهم او كزا. وفي عنده الواقع اللي هو عايشه. فعم بعيش دائما بين عالمين. هون عم بيكون في عنده عالمين في حياته. لكن بشوفه هون عم هدول كتير مرتبطين في بعض. عم بيكون عنده توازن آآ كبير. بيحكي لك هون الرغبة الحكمة والعائل. هدول التلات اللي هم رح يكونوا يسببوا لك النجاح بالفترة الجاي او يسببوا لك النجاح ممكن. حلو النجاح والنجاح على نفس المهم. آآ في هذا الكرت انا بشوفك كتير بالناس يعني بشوف في ناس كتير عم بتكمل دراستها من برج الحوت. عم يمكن بتدور منها. كله ماشي على النجاح انا حاسة. آآ من الورقة بيّن انه انت فعلا عم تبدو الجهد كبير في هذا الموضوع. ورح اتلاقي نتيجة حلوة. ازن هذا كان بشكل عام. حلينا نشوف نلقي نظراع العاطفة. مش عارفة شو نستعمل بالعاطفة. نفس الورق هذا اللي استعملنا. طيب. بالعاطفة يا برج الحوت. شو ممكن يبيّن معانا? حلو. ستة سبعة ثمانية. في بتيسير بأمورك حبيبي برج الحوت. بعدين ثمانية. ثمانية. في تطور روحاني عندك وعلى جميع يعني المجالات الحياة عم تكون مش بس عالعاطفة. لكن احنا هون مركزين عالعاطفة. فتحنا عالعاطفة. وكارمة. يعني لأ منيح برج الحوت. برج الحوت والدلو طلعو بناحي الحمدلله. طيب. اه في هذا الموضوع. انا بشوف انه شوف يا برج الحوت. ما عم يطلع. اه اوكي هي طلع. اه في عندك تدرج في الموضوع. شوف انت والحبيب كان بناتكم تجريح. كان بناتكم اللي هو معركة. متل معركة خلينا نقول. يمكن المعركة اللي قلنا عنها قبل شوي. اللعبة اللي قلنا عنها قبل شوي. اه هاي المعركة كانت يعني عن جد اسلحة كبيرة. عن جد كانت انه كتير على الصبت وعلى بعض. يمكن مشاكل كانت كبيرة. مش شوي. ولكن هاي المشاكل اه خلينا نقول يعني بدافع الحب. هاي كلها رح تنقلب لحب ل مثل ما انتو شايفين الكبسة دولة. اه بيعبروا عن الحب يعني كل هاياتهم. بعدين يعني حتى الرقم اه جدا حلو. فعم بشوف انه الحرب بتكون اول اشي عن جد حرب بناتكم. عن جد اه فيه متل مجاكرة بناتكم. متل ما بعرف اخدوا عطا طريقة قاسية بطريقة مش حلوة. ولكن هذا كله اه بيقلب لحب. بيقولوا ما في بعد الاش? ما في مش عارفة. ما في بعد الحب الا العداوة او ما في حب الا من بعد عداوة او العكس ما بعرف. يعني فهيك معنا. اه هلأ مبين انه نفس الشي قلنا ثمانية ثمانية. شايفيتك انت الحلم بالنسبة للطرف التاني مع انه مش مبين. مع انه عم يعني عم بيوصل لك اخبار غلط. ولكنك انت الحلم تبعه. انت اه متل فارس احلامه او فتاة احلامه. اه عم بيشوفك بالحلم بطريقة يعني خيالية. عم بيتخيالك كزوج او زوجة. ما عم بتخيالك يعني اشي عابر او كزا. وعم بشوف هاد الاشي بتحقق. هاد الاشي يعني اه بلف بلف وبتحقق. شايفي انك اه عم التواصل الرحاني عم بيكون كتير عالي بينك وبين الشريك يعني اه انت مش بحاجة انك تعمل التخاطر اللي هو طريقة التخاطر. انت بس تعمد عيونها كنت تخيل موضوع بيوصله. او مجرد ما انت تفكر للطرف التاني بيفكر فيك. والعكس صحيح. بالقراءات العاطفية بتكون عكسية عادي. على النوع عامة. اه شايفي انه الطرف التاني رح يصبر 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 لكن مرة واحدة رح يكون فياري ناري مرة واحدة اه رح خلص. ينهي هاي اللعبة يزهق منها ويروح لعندك. لكن هذا انا بقول لك هذا مش اه بهاي الفترة ممكن تكون بعديها باسابيع او بعديها بايام. ممكن بعديها بست ايام. وست اشهر? لا حرام مش ست اشهر. اه يعني المهم. اه بشوف هون الحب كيف بتطور? الحب عم بيكون اول شي من سبعة لتمانية يعني. اللي هو صغير لكبير. عم يكبر الحب بناتكم. انتم فكرين باوقات البعد عم تنسوا بعض. انتم باوقات البعد عم بتحبوا بعض اكتر. او مع الوقت شو ما كان حالتكم عم بتحبوا وعد اكتر. بالنسبة للطاقات عم بتكون اه هوائية مائية. ونارية. طبعا عادي جدا اللي برج ما بين او كزا يعني هاي بتصفي طاقات بس. اه طيب حبايبي نشوف ازا في نصيحة. شو ممكن تكون? هاي نصيحة لبرج الحوت? لا. اه كرتين طلع لك اوكي. شوف واحد عادي واحد مقلوب. خلينا نشوف ايش هم. اه بيقولوا لك انك شوي مش عامل كنترول حاليا على حياتك. ما بحكي عن العاطفة يعني ممكن اي اي مجال في حياتك. ما عم تقدر تعمل توازن كنترول. فبيقول لك اعمل كنترول على حياتك. انت شوف موجود هون في هذا القارب وين مشي القارب بيمشي. ما عندك مشكلة يعني الظروف هي اللي عم تمشيك. بقول لك انت حرك الظروف اللي حواليك. مش العكس. اه هون شو كان هادا الكارت? هون ياريتو ايجا يعني مقلوب كان احسن من معنى. بيقول لك هنا انه في اشخاص يمكن هدول الاشخاص اه عم بيوصلو لك امور مش صحيحة وعم تمشي عليك. عم تمشي مع عليك الكزبة او لكن هادا مش الشريك. هدولا اكتر هدولا اشخاص. عم بيوصلو لك كلام اه مش صحيح. يمكن يكونوا نصابين يمكن. ما بعرف بس انه طلع لك الكارت مقلوب. حبايبي برج الحوت. بتمنى انه هادا الشهر يكون ايجابي حلو اه تحقق وفي شوي من امنياتكم. اه بشوفكم.